قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم في حديثه عن تحضيرات لموسم الحج كده وزير شؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى من ولاية مستغانم بأنه لا فرق بين الوكالات الخاصة وأجهزة الدولة كون الهدف واحد هو خدمة الحاج مشيرا إلى أنه يقع على عاتقهم ما يقع على الديوان الوطن الحاج والعمر وأضاف عيسى عن الوكالات التي تريد أن تأخذ مقابلا على خدمات إضافية يجب أن توثقها في العقد التقينا بالوكالات وقلنا لهم بأنه لا فرق بينهم وبين أجهزة الدولة الهدف واحد هو خدمة الحاج ويقع على عاتقهم ما يقع على عاتق دول وطن الحاج والعمر سوى تلك الوكالات التي تريد أن تأخذ مقابلا على خدمات إضافية هذه سوف نلزمها بعقد موثق بحيث يستطيع الحاج إذا أخلت الوكالة أن يتابعها قضائيا وأن يصر جاء عماله ويمكن الوكالة أن تتابعك ذلك الحاج إذا أخلى أو أفسد شيئا مما التفق عليه لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسلية